تيجي تسأل إيه اللي حصل بالزبط هي اللي حصل كلها دي أولاً إنت عندك كم حاجة كده يجب الوقوف أمامها ودي تناصر المؤيدين للحكومة إنت عندك إن الاحتياط النقدي في مصر وصل 34 مليار دولار بعد ما كان 33.5 فإنت بتتكلم قرب 470 مليون دولار ارتفاعاً في شهر واحد مش بس كده إنت بتتكلم إن مصر سددت 2.5 مليار دولار في شهر نوفمبر وديسمبر وقدرت إنها تتصرف في كارد كان ضخمة جداً بنهاية العام 2.5 مليار دولار ده كارد مش حين إنت بتتكلم إن انت سددت في نوفمبر مليار ونص وبتتكلم في ديسمبر سددت مليار دولار مع وجود تصريحات من رئاسة مصرية ووجود تصريحات من رئيس الوزراء المصري إنه بيفرجوا عن البضايا اللي في المواني اللي كانت باعتراف رئيس الوزراء نفسه 14 مليار دولار بضايا وقفة في المواني ترجمة نانسي قنقر